الحمد لله رب العالمين إله إلى ولينا والآخرين والصلاة والسلام ألا تماني الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعي من واله الإخوة والآباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزى الله الإخوة المتحدثين من قبل والقائمين على أمر هذه الحلقة التي ما أسست إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة للشرك بالله تبارك وتعالى فهذه مهمة عظيمة اصطفى الله عز وجل لها الأنبياء من قبل فما بعث نبي من الأنبياء إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ولمحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى لأن التوحيد أعظم الأشياء وأغلى ما يمتلكه العبد كما أن الشرك أعظم خسارة إذا قابل العبد ربه بالشرك فلا قيمة لأعماله ولا قيمة لصيامه ولا قيامه ولا حجه ولا زكاته لذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها والله السميع عليم بحول الله وقوته وقفات مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى وقفات شسيرة إن شاء الله ونفتح المجال للإخوة المتحدثين من بعد يقول الله تبارك وتعالى في الآية 125 من صورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن الإنسان الذي أراد الله عز وجل هدايته يشرح صدره للإسلام وقال ابن عباس كما نقل ابن كثير في التفسير قال يشرح صدره للإسلام أي بالتوحيد والإيمان به يفسح الله تبارك وتعالى في قلب هذا العبد للتوحيد والإيمان فلذلك المسلم والمؤمن إذا سمع التوحيد يفرح وينشرح صدره لذلك وأما المشرك والقلب المريض فإنه يتضجر ويتضايق وتلقاه يكورك ودي علامة من علامات المرض دي علامة من علامات المرض فمن يرد الله أن يهديه ونثبت أن الله عز وجل يريد نثبت الله عز وجل الإرادة وأنه يحب ويبغض ويسخط ويرضى لا كما تفعل المعطلة من الأشاعر والماتريدية والمتصوفة والجهمية والمعتزلة كلهم فقد وقعوا في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى على تفاوت اعتقادهم وذكر لك الإخوة الكتب بتاعت القوم ادعوا الألوهية والكلام له سبب البلية زاته عشان ما يجيك واحد يقول لك البلد دي ليه يا مولانا ما ماشى ليه قدام البلد ما ماشى ليه قدام لأن الإعلام فتح لأمثال الدجال الفضائي وفتح لأحمد داود وفتح للإزاري ولغيره من أئمة الضلال ينشر الكفر بالله تبارك وتعالى وينشر الإلحاد وينشر عقائد الأشاعر من تعطيل صفات الله تبارك وتعالى لكذا ربنا قال فمن يرد الله أن يهديه والهداية نوعين هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق هداية الإرشاد والبيان هذه للأنبياء وللدعاة وللخطباء أما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى ربنا يخاطب صفوة خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبالمقابل يقول له كما في صورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية الإرشاد والبيان هذه الدعاة والخطباء والوعاظ والعمة أما هداية التوفيق هذه خاصة بالله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه والهداية عكس الضلال الهداية عكس الضلال وكل الهداية كل الهداية في كتاب الله تبارك وتعالى ربنا قال في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقل فالإنسان يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل آيات التوحيد شوف زول بالضائق من التوحيد قرأ القرآن ومر على آية التوحيد وما استوعب ولا ما فهمه فده قلبه عميان لأن ربنا قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يتسع ويفرح ويطمئن بالتوحيد تتعال كذا نسألك مضايق ليه أي زول من المتصوفة ولا من الأخوان المسلمين ولا من الشيعة ولا من غيره ليه بيتضايق من التوحيد ليه الكلام ذا بزعل ما بزعل إلا زول قلب مرضان وزول قلب كليل لا يقبل إلا من الحق ما وافق هواه ربنا قال في القرآن قال وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون تقول الله براه قال بالضايق طوال تقول لا ممكن تنادي الله وتنادي معه عبد الله زي ما قال عبد الرحمة الزريبة وغيره من أئمة الضلال في البلد سطر في الكتب والقصائد يقول لك نادي غير الله عادي ما فيها حاجة وندعوك يا الله بجميع عباد الله وندعوك بالسيدة نفيسة وندعوك بالشعوانة وإذا الشعوانة كان حية ما عندها حاجة خلي تكون ميتة وهو شعوانة دي زا تمنوه وكل ضلال في النهاية وكل شرك شرك دعاء غير الله عز وجل شرك بالله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره لا ينفعك لا يضره وربنا هنا قال يدعو من ضره يدعو من ضره أقرب من نفعه قال لك ضره أقرب من نفعه تاني بتناديه ليه وقل لك لا دير الأصنام الزمان لا ربنا في آية تانية قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بشر زيك يأكل يشرب وخش الحمام يمرض يموت لا يستحق أن يدعى مع الله عز وجل مهما رفع بالقصائد والأسعار التي أنشرها على التصوف ما مننا ما يدعى ولا يستحق أن يدعو يا أخي خلي الجماعة بتاعي لنا دير الصحابة رضي الله عنهم ما بيستحق يدعو مع الله عز وجل أديك الأنبياء لا يدعون مع الله عز وجل ولا الملائكة تاني في حاجة إذا كان ديال أعلى يعني مقام الأنبياء والملائكة ما يدعوا مع الله عز وجل فما بالك بزعيط ومعيط ونطاط الحيط يقول لك لا نادينا ويلحقنا ما بيلحق هو الله قال ما بيلحق تقول بالحق ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لكن عبد الرحيم الزريمة ما بخليك يقول لك لا بناديهم وتاني بيكرر وبيصر بناديهم في كل قضية السبينجة كانت قادرة وقال بنادي السادة ونزل ما عرف حق الله تبارك وتعالى لكذا ربنا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والإسلام التوحيد إسلام من غير توحيد يعني إسلام من غير توحيد ده ما إسلام التدعوين ما عنده توحيد ياتوا إسلام ده أساس الإسلام شنو مش هشهاتين أزل بخشة الإسلام بجنو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو في الجزية الأولى سقط الجزية الأولى سقط نادى نادى بفركة ونادى بشملة ونادى بقرقاب ونادى بعصاة سيف ونادى الرجال العلفون ونادى أبشرة ونادى منماء ما ناداهم ناداهم كلهم وفي النهاية شيرك بالله عز وجل وفي الجزية الأولى سقط ده ما عنده أي إسلام شوف زون ما عنده توحيد ما عنده إسلام والله الذي لا إلى غيره نكلمك صراحة والبلد ما بتستمر ولا بتستغير ولا تمشي لقدام إلا بالتوحيد يا زول دار العشر عشاته وقبجنة النازل كلها تعلن الحرب على أهل التصوف والشرك وأهل البدع يحذر منهم ويبين ما عندهم من ضلال وإنحراف وشركيات وأقائد تخالف المنهج الصحيح كلنا نقوم على النازل لكن إذا إذا قل النصير وكثر المكذبون والمعاندون والأعداء كيف الأم تمشي لقدام إذا هيتم يدخل طوبة يجي وراك واحد عشر يفرتك ستمائة طوبة ما بتمشي لقدام ويوميا قبة في قبة دار البنزيني بقى رخيص كيف ويوميا بنية جديدة ويوميا طاغوت جديد ويوميا يعني ضريح يشيد ويسرج ويجسس أما بتستغير الأحوال أصلا ما لم تزال وفي قلوب العبادة أولا ثم من الواقع ثانيا ونحن ما شغلنا باللسان أصنا ميد يدنا على قبة ده ما حقا لو الحاكم فوضنا يترى شي تاني بنجرنا اللودر من بجاي هنا شفت المحطة بجاي دي أبوك السيخد زاتوا بننكوت من تحت باللودر نودي مغابر المسلمين الدرويس عامل لك لك الدرويس كورك نطط طوالي تعمل للقبة باللودر تجدعك يدور درائش كلهم يفروا تاني مما تفرتك بالقبة درائش يتفر ولله يد لكننا نسأل بنبين بيخشمنا ولا عندنا سلطة على زول وقل الحق من ربكم فمن ساقف اليومنا من ساقف اليكفر نوريك ده توحيد دي سنة دي بدعة دي المجرمين الأخوان المسلمين دي لها البدعة الصوفية دي الصوفية عصرية جماعة التبليغ دي المنحرفين حزب التحرير دي الأنصار السنة منحرفين دي الغالهم غالهم نبين لك بالحق وبالكتاب والسنة بعد تاني ما عندنا لك عليك سلطان ركبت راسك بقيت صوفي قادري سماني ما عندنا لك حنعمل لك شو يعني بنديك العديد لبس القرآن والسنة والجماعة الجماعة العطالة أبطال الكيبورت وأبطال الفيسبوك بيحرضوا في الشعب يقول لهم الوضع بيقى غالي وزادوا البنزين وزادوا الدواء أطلعوا في شارع عمل ومظاهرات طيب ما زادوا الدين الصوفية زادوا الدين بدع أسنمش المولد جاي المولد مجاي المولد ده فياته كتاب فياته سنة النبي عليه الصلاة والسلام احتفل لا لا ما احتفل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم طيب انت صوم يتب تضرفت صومت كيف تضرفت وترقص وتلمى البنات والنسوان والشماشة والعطالة والصعاليق والدراويس كلهم في محل واحد باقي لك دا الدين واحد تلقاه يا زول جاي من هناك شغلته كلها بس يقول لكم الله يجبت الليلة ضرب المواعيد مع سوسو جوا في المولد وبتاعة البرهانية بتاعة السوق الشعبي مسيرة بنات ببناطلين والمانيات بأردية وفاكات شعرين من السوق العربي ايه السوق الشعبي باقي لك السادة الدين دا بتاعة البرهانية والله يجب بتاعة البرهانية المانيات خواجيات بأردية وفاكات شعورهم وفاكات صدورهم قالوا دار اني يذكروا الله بهذه الكيفية أي يذكرين هذا انتهت الزكر ده. الجماعة دارية طلعوا الناس مظاهرات. طي ما ايتم ما تطلعوا مظاهرات على القوبة بديك انا الصمينة. القوبة بدي سبب البلية ذات. اطلعوا مظاهرات في الجماعة اللي قالوا انا عرشها. اذا كان بتجوز طبعا. انا عرشها. الصوفي قال هو قال عرش العرش. وقال هو البنى السماء. وقال هو الكرسي ذاته. زوال اتكلم ما فيه. وانحنا اتكلم يقول له لا ما تتكلم بالمكرافون. ولا اتنبسها لا ما نبسها يا مولانا. قلت لك الزولة قال ادعى اشياء لا يملكها بل اتى كفرا والحادا وزندقا. يا واطح صريحة العبارة. قال انا عرشها والكرسي انا. انا لسما بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم ياطفيها. اتبعد الالحاد تقول قال كم ما خجلان من الله? قال كان طفيع النار جهنم. وده تخلت حاجة? عشان تشوف الالحاد والناس ما بتتحرك الا لما يقروسوها من بطنة. يزيدوا الدين زوال بتكلم ما فيه. يزيدوا اي حاجة في في الدين. يجيبوا فيه وبيداء زوال بتكلم ما فيه. اول ما يزيدوا البنزين. ووو يزيدوا السكر والزلابية زادوها. يا اخ من شاء الله يزيدوا اتهمك زلابية يعني? والله الطعمية. الطعمية شنوها ولا انا شغل دين. توحيد في كفر في ناس يغالين في الغنوات. ينشر في الكبر وينشر في الالحاد. وزي ما قال واحد من الجماعة. لا 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 لا. حمد عبدالله ولا يسمى منوه? ده انكر نبوة عيسى على على الهواء مباشرة في التلفزيون. قال وسيدنا عيسى ما نبي. هذا سماني صوفي. قال سيدنا عيسى ما نبي خش اليوتيوب بتلقاه قاعدة. زوال طرع على مظاهرة ما فيه. مش مفروض دي طرع على مظاهرة ولا يستتيبوا ولا يشوفوا له واي حاجة. بعد يقول لك لا لابد نطلع عشان البنزين. والله العظيم. البلد ما تمشي لقدام. الا الناس ترجع للدين. الا الدين. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. ضيقا قال اهل التفسير اي شاكا ولا يتسع لشيء من الحق ولا من الايمان للتوحيد. قصه قلبه شفت بس بس تلقاه ملان قصايد وملان اسعار ومدايح وابونا الشيخ طار وكراماته خرافات بتاعة صوفية يقول لك والله ابونا الشيخ طلع كراعه. ابونا الشيخ اه مصرف في الكون. ابونا الشيخ ماس كالكون تلاثة وتلاتين سنة. ماس كالكون تلاثة وتلاتين سنة. كذب. قال لا ابونا الشيخ يعني قال لا من كراماته انه اه بيحي الاموات. وابونا الشيخ إذا قال له الشيخ يكون فيكون طيب قول لي أني لله بيقدر يكون بنزين خلي النادي عبي التنوكة بتاعته وكذب سائم أبي والله إيه وجفت لو جاءه مغس إلا إلا حيقول لي بريك في الحمام تلعب على الامنويت ددنا التصوف أكبر بلية الآن أبتلينها بها في السودان التصوف وأربع بالتصوف وعقائد التصوف التي ينشرونها عبر الإزاعات والقنوات والصحف والمجلة ولا خجلانين ونحن نخجل نخجل نبين الحق لا والله لا نسكت أبدا إلا أن يرس الله الأرض ومن عليها نقولها بمرء الفم التصوف لا علاقة له مع دين الله عز وجل وتعالنا أغشب الكتب ما في كوارك تعالي كوارك ما بتنفع تعال جيب كتبك جيب الكتب ويحشر الناس ضوحى بعد ذلك يهلك من هلك عن بين ويحى من حي عن بين ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كما قال بعض أهل التفسير يعني أنه لما لم يستطع الصعود إلى السماء كذلك لا يجد الحق إلى صده سبيلا شوفوا الكلامنا هذا البيان البليغ البديع في القرآن شأن كده تلقى أي زول قلبه مرضان بعقض الصوفية ما بيقبل الحق ولا زول أخو مسلم تدي والحادث في طاعة الله تلمور يقول لك لا هذه الحادث خاصة بأهدى النبي أما الحال يتغير قال لك مونو الدين يتغير دين دواحد لما تقوم الساعة والحادث دي الصحيحة ثابتة وصالحة ومصرحة لكل زمان ومكان طبعا دا تاني عدم الفهم بيبقى تاني دا الاشكال وعدم استقبال النصوص أو قبل النصوص دا الاشكال هنا لكن النصوص الصريحة والصحيحة دي ما فيها شك الزول يقبلها طوال لشأن كده الناس تكون واعية وما تخرب بلدها بيدها وزي ما حصل في سوريا وحصل في اليمن وحصل في العراق وحصل في ليبيا الناس تتعظ بهذه الأحداث التي جرت ووقع فيها ما وقع فهذه الفوضى إذا وقعت بعد ذلك الناس يقول والله يقبل يا ريت كان صبرنا ورحاني نسا بنقول لك أصبر 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 على ضيق العيس وادعو الله عز وجل وحيض الله عز وجل ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيثنا يحتسب وحيض الله عز وجل اتقي ربنا الله بيسر لك أمورك لكن معلق لك صبيحة بتاعت حجبات عقلتك في السكينيبة وعقلتك في مضوّن بان ولا مشير كم بان إنت أخودي دار ركس صيانة ذاتك إنت دار صيانة صيانة تقيلة دار عملة كاملة عملة كاملة من أي حاجة في التوحيد والعقيدة والأخلاق والسلوك والمعاملات وغيرها أخودي لك زي ما قلت أخوش على الورشة تصنفر تمام تجاية بعدين تاني بعدين تقول شوف الوطن ما يصلح لكن بهذه الكيفية وهذه الحال أصممنا بشيئة قدام أنا أكتفي هذا القدر وقدم أخونا محيدين جزاكم الله خير والسلام عليكم